السلام عليكم أنا محمد غنايم بداية كيف حالكم؟ أتمنى من الله أن تكونوا بأفضل صحة وحال موضة التبرع أصبحت تريند في اليوتيوب يقول أحدهم تواصل معي أحد المؤثرين قبل عدة أيام بالمناسبة أعتذر عن تأخير الأسبوع الماضي ولكن هو ضغط العمل المهم خلال حديث مع ذلك الشخص قال مستاء هل لاحظت الموضة والتريند الجديد المنتشر هذه الفترة؟ واتلا أتابع صراحة خصوصا آخر أسبوعين لك الحمد وإني حزين حزين قال بكل استياء أصبح التبرع الآن موضة كل مؤثر يقوم بدعوة متابعيه للتبرع لفئة خيرية معينة قلت ما شاء الله شيء جميل صراحة يعني الجميل أن يستفيد الناس من قوة التأثير التي يملكها هؤلاء المؤثرين ولكن لماذا أنت مستاء لهذه الدرجة من فكرة التبرع سألته قال يا رجل كلها دعاية وترويج لأنفسهم يعني يعكسون لمتابعيهم أنهم أناس طيبين ويقومون بالخير يعني مثلا شخص منهم كان شرطه ليتبرع أن يعجب الناس بصورته أو أن يشارك المقطع المتابعين إلى آخر فسألت هل أصبحنا نعلم ما في أنفس الناس أم أننا أصبحنا نطلع على سرائرهم مثلا لذلك أحببت اليوم من خلال هذه الجلسة المسائية الهادئة برفقة أنس كافيه أن نضع النقاط على الحروف حول هذه الظاهرة كما اعتدنا من زاوية مختلفة وأنتم أصحاب الفكر المتين والعقل الرزين كما عاهدتكم أنا أجد أن هذه الموضة أجمل ممرة على اليوتيوب العربي نعم أن يقوم شخص بغض النظر عن محتوى الذي قد تتفق معه أم تختلف ويقوم بدعوة متابعيه لفعل عظيم كالعطاء هذا شيء جميل وبالفعل صفحت العديد من مقاطع المؤثرين حول التبرع وهذا شيء أسعدني جدا وربما لاحظت صورهم في غلاف المقطع وكنا سابقا قد تحدثنا عن عطاء أبو فل المستمر ما شاء الله هذا الرجل هو من أسس فكرة اليوتيوبر المتبرع أساسا لذلك قبل أن أكمل الكلام ستجد في الوصف روابط كل المشاريع التي أقدم عليها هؤلاء وتبرع أيها الجميل صدقا في هذا المقطع لا أريد أن أمدح أشخاص بأسمائهم بقدر أن نوضح أن صورة العطاء تبقى عطاء يا محمد هم يجاهرون بعطائهم ويتباهون به أيها الطيب هذا العطاء الذي يكون من خلال اليوتيوب المتبرع في الأساس هو أنت ليس المؤثر نفسه ربما وهو إلا وسيلة لكي يوصلك لأجر العطاء فيحتاج أن يعلن عنه بغض النظر عن نيته ليس لنا علاقة بها بالعكس حتى أن إعلانه يعطيك ثقة إلى أين ستذهب أموالك لأنك ربما لو تبرعت من خلال جهات غير رسمية ربما تنتهي أموالك في مكان لا يغاث فيه محتاج صحيح أما بالنسبة لموضوع عن تصور الفقير وأنت تعطيه العطاء أو الصدق كما يفعل بعض المؤثرين خلال توزيعهم لذلك العطاء ربما ستصدى من كلامي ولكن اعرف أن الأولى أن لا تشهر بالمحتاج حفظا لكرامته وحيائه الله سبحانه وتعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أذى معنى الآية لا يجب أن يلحق بصدقتك أذى سواء نفسي أو مادة كانت تشهر بالمحتاج فيصبح الناس ينادونه هل أنت ذلك الفقير الذي ظهر مع المؤثر الفلاني مثلا لا يجب ذلك ولكن أجمع العلماء أنه إذا كان في تصوير المتبرع له حاجة فعلية كأن يحض الناس على التصدق ويستعطف مشاعرهم فعندما يشاهدون صورة المحتاج تتأجج مشاعرهم ويتبرعون وتقضى حاجة المحتاج أو بتصويره يزال الشك لدى المتبرع حول مصداقية تبرعه فلا بأس بتصوير المحتاج قالوا وشاهدوا بهذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول الخير أن تخفيها ولكن إذا كان في تصويرك سبب من الأسباب التي ذكرناها فلا بأس قالوا فلا أريد التوسع أكثر في هذا الموضوع من باب ديني مع أنه ديني بحت وإنساني بحت ولكن وجدت من خلال تصفح لهذا التريند ومن يعرفني يعرفني أنني قليل التصفح أو التجول في اليوتيوب بشكل عام وجدت مشاكل قامت بين مؤثرين من إخواننا السوريين ومؤثرين من دول أخرى حول أن أحد المؤثرين قام بعرض أحد المحتاج من أهلنا السوريين أثناء إعطائه تلك الصدقة برأيي صدقا لا أجد داعي لمثل هكذا خلاف لأنه يا كرام عندما ننتهي من هذه الحياة القصيرة لن نفرز على جنسياتنا ألواننا عرقنا بل سنفرز على التقوى فأنت داع لهم ذلك جيدا لذلك برأيي لفظا أن لا تزايد بلونك أو بلدك أو عرقك بل زايد بتقواك صحيح فنحن لا نعلم نية الناس والأعمال بالنيات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى يعني لو كانت نية المتبرع الرياء أو كسم مشاهدات أو تفاعل مثلا فحسبه الله مع أني لا أعتقد أن شخص يقدم على فعل كالتبرع أو العطاء ولا يكون في نفسه ضرة خير تجاه هذا العمل ربما يكون في نفسه هدف دنيا ومادي من هذا الفعل ولا ننومه فنحن لسنا ملائكة ولكن في النهاية التبرع حصل والمستفيد استفاد من المحتاجين وهنا نأتي للفئة التي لا أحبها إطلاقا كان يأتي شخص معه مثلا مئة دولار ويذهب إلى الشارع ويتصدق بها لفقير هناك ويقوم بتوثيق تلك الأحداث ربما يصور فلوك كامل عن هذه الصدقة وربما بعد المقطع يقوم باسترجاع تلك المئة دولار هذا الشخص صدقا لا يستحق من يتابعه وبدون مجاملة فإلى كل مؤثر أرجوك إذا كان عطاؤك لا يشترك فيه الجمهور معك لا تشاركه معهم قال صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وجاء منها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أيها الأحبة بكل أمانة أحدثكم بعد يوم طويل شاق وصدقا لم أقم بترتيب أفكاري قبل أن أجلس أمامكم وأنظر لعينيك كما أفعل الآن لذلك استمع لهذه الكلمات من القلب صدقا لا يوجد أحد يعطي ويحتاج في يوم من الأيام وكأن الله يكفيه بعطائه أيها الأحبة في اليوتيوب بشكل خاص والحياة بشكل عام يوجد شيء اسمه روح التأثير أعطيك مثال لو قلت لك الآن مثلا أنا أكره الشخص الفلاني تلقائيا ستجد كل من يقدرني يكره ذلك الشخص أو يتوقف عن حبي على أقل تقدير صحيح مع أن ذلك الشخص لم يقم بشيء شخصي تجاهه كأنت ولكن هو روح التأثير ونفس الأمر ينطبق على اليوتيوب بشكل خاص يعني نلاحظ بين الحين والآخر يجتمع المؤثرون على فعل معين وتجد الكل يطبقه يعني مثلا مرة ينتشر نمط المقالب نمط لو خيروك نمط تصوير فلوكات للمنزل إلى آخره صحيح خلال الخمس سنوات الماضية والتي جاهدت اليوتيوب بها غير مدة تواجد على هذه المنصة بفضل الله صدقا لم أجد شيء انتشر بين المؤثرين وأعجبني إلا هذا الأمر ألا وهو موضة العطاء فنصل هنا إلى أن كل أمر يقوم به المؤثرين يصبح واقعا بين الناس بسبب روح التأثير كما قلنا لذلك أعتقد برأي الشخص المتواضع أننا نحن المؤثرين سنحاسب جدا على كل هذا التأثير الذي نملكه فهذه مسئولية حملتها بمجرد أن أصبح لديك متابعين يعني أنت ربما أنت تشاهد وتقول يعني بالعامية نيالهم الناس تتصور معهم في الشارع ربما يحققون كسبا أو دخلا جيدا من هذه الشهرة ولكن يا صديقي لا أعتقد أنك ستشاهد هنا بنفس النظر عندما نحاسب على كل من تأثر بأفعالنا ممن شاهدنا أعجبني مرة ممثل مرموق قال أنا أدخن في الحياة الواقعية ولكنني كنت أرفض أن أشعل سيكرة في كل مشاهدي خوفا من المحفزة مدخنا ليدخن فأحمل وزره فلكل سبب مسبب فلا أريد أن أكون سببا في تدخين أحدهم بغض النظر عن قضية التمثيل نفسها ولكن تمعا في كيفية فهمه لروح التأثير التي يملكها فيجب على كل مؤثر أن يفهم كيفية التعامل مع روح التأثير التي رزقه الله بها حتى لا تكون نقمة عليه أنهي كلامي بكلام ابن القيم عندما قال لا تبحث عن قيمتك في أعمل الناس ابحث عنها في ضميرك فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام هذه كانت نظرة مختلفة لموضوع التريند في اليوتيوب وموضوع العطاء المنتشر بشكل عام أتمنى أن يصل هذا المقطع لكل المؤثرين ويشاهدون لعلنا نجد في الأيام القادمة التريندات تستحق كما العطاء في النهاية شاركني في رأيكم مكان تعليقات وإذا عجبكم المقطع لا تنسى العجاب به أدمتم في أمل إبه دراسة جاء فيها أن الأشخاص الذين يتسوقون بشكل يومي سواء قاموا بالشراء أم لا فإن نسبة وفاتهم تكون أقل لهيك رجال ما شاء الله ما بتعمل ربما لذلك أعتقد أنهم لو عملوا دراسة أخرى سيجدون أن الشخص الذي يقوم بالدفع أثناء التسوق يعني لا يعمر كثيرا وهكذا تسجل بمنصة باس اضغط الرابط الموجود أسفل المقطع ثم قم بتحميل التطبيق ثم افتح التطبيق وأدخل معلوماتك الشخصية وابحث في خانة البحث عن اسمي تأكد أن ترى إشعار التفعيل بجانب اسمي وأهلا وسهلا بك كما كتبت لك مسبقا أيها الجميل